أولاً التحذير من نكبة جديدة ثانياً الدعوة للتبرق الفردي والجماعي من كل الاتفاقيات التي وقعت باسمنا هي نكبة القرن إذن ولأجلها تداعت الصيحات الفلسطينية محذرة من تمريرها وجعلها واقعاً يتعايش العرب معه مؤتمرات وندوات في الداخل الفلسطيني وخارجه تعقد بشكل مستمر منذ شرع دونالد ترامب في نقل عاصمة بلاده من تل أبيب إلى القدس فمن مدينة إسطنبول عقد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج ندوة حملت عنوان القدس في قرارات ترامب الدوافع والتحديات وسبل المواجهة القدس تحتاج الآن إلى وقف جماهيرية إلى تسليط الضوء على ما يجري بالقدس من كل النواحي النواحي القانونية القانونية هل في مخرج إلها هل في تراجع للقرارات اللي صارت أم إنه إحنا مستمرين ناخد دربات وراء دربات يعني من العدو إحنا مش عاملين شيء الباحثون تطرقوا إلى خطورة التغافل عن محاولات تهويد القدس ونبهوا إلى ضرورة الاستمرار في النضال بكافة الطرق ودعم مسيرات العودة المنطلقة من غزة منذ عدة أشهر كما أشاروا إلى الدور المهم الذي يلعبه الجانب الثقافي في بث الوعي المجتمعي العربي بشأن القضية الفلسطينية وعلى رأسها القدس والتحدي الثقافي والفكري في تقديري يمثل أخطر التحديات لأن الذاكرة مطلوب أن تمحى ومقدمة ذلك كل تعديلات المناهج التي تسعى إليها أمريكا في العالم العربي والإسلامي ونبه الباحثون في الندوة إلى أن لملمة البيت الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية وتجاوز الخلافات الهامشية يمثل الركيزة الأولى لإبطال قرار ترامب على المستوى العملي هناك مسؤولية على الفلسطينيين أن يكونوا يداً واحدة مما يؤكد على ضرورة إنجاز المصالحة فلسطينية كانت هي القدس وستبقى ولن يفلح قرار ترامب بتهويدها ومحوي هويتها فنصاعة الحق لا يمكن أن تحجبها ظلمات الباطل مهما طال أمده بهذه الكلمات ختم الباحثون ندوتهم